أننا نحتاج إلى حاكم يدير السياسة المالية والنقدية وما نحتاج إلى حكام عتم خدمة جهادية استغلوا السلطة وأخذوا منافعها الحاكم الذي ينفع العراق هو الذي يفهم كيف يتعرف على طبيعة المشكلة وكيف يحل هذه المشكلة وما هي الأدوات الحقيقية والناجعة لتجاوزها حكام يعرفون يعظمون الموارد مو يطلع يقول مشكلتنا أنه لدينا اقتصاد أحادي الجانب إيش أنا ما أدري اقتصاد أحادي الجانب ابن العام أنا ما أدري أنه إحنا معتمدين على النفط غير أن تواجبك أن تروح تشوف أنه مشكلة الغاز اللي صار 18 سنة ما انحلت تروح تشوف أنه مشكلة الكهرباء وين العقدة تروح تشوف أنه مشكلة الفقر والبطالة تروح تشوف ايش عندك خيرات كيف من هذه الخيرات تطيخبز للناس أنا ما أحتاج إلى حاكم يصدع رؤوس للنهار كله بالشعارات وسوف نعمل وسوف نؤدي وسوف سوف ذول مليناهم الحكام وصارت خطاباتهم مشؤومة وتحولت إلى أستوانة مشخوطة نحتاج إلى حاكم يعمل وبعدها يقول هذا لكم وتعالوا قيموا نحتاج إلى حكام عدهم رؤية وعنده تخطيط وعنده منهجية ويجرب ويعمل ومعاه استاف مو هذا خالف فلان وهذا عم فلان وهذا قرايب فلان سبب مأساة العراق هاي ولما اليوم نريد العالج حقيقة يجب أن نضع الملفات باستحقاق لكل الفاسدين خلي طين تبخده وعطيه ملفه بإيده وأوديه للقضاء قل له ابن العم ذن نقاياتنا وين صارا من شنة دولتك حاكم ولما كان معاليك وزير وأنت لما شنة رئيس مجلس النواب وأنت لما شنة رئيس النزاهة وأنت 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 ذنين حطا على الباب الخوش هادمي وما عنده شي نعتذر منه والمخوش هادمي لا والله ما أخليه تطلع عليه الشمس بهاي نقدر نسترد العراق ولذلك اليوم يعود من جديد قضية سعر صرف الدولار كلا لديه وجهة نظر المؤمنين برفع سعر صرف الدولار لديهم ما يقدمونه على ماذا فعل والمعترضين أيضا لديهم ما يقدمونه لكن ليش الرفع السعر وليش يديد ينزل السعر ومنهم من كان مجيدا في التعامل معرفع سعر صرف الدولار ومنهم من كان يتسيد بالماء العكب ترجمة نانسي قنقر